إلى جديد الوضع الوباء في المغرب وصل عدد الملقحين 4 ملايين و 554 ألف شخص بالنسبة للحقنة الأولى فيما تجاوز عدد الملقحين بالحقنة الثانية 4 ملايين و 174 ألف شخص من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 596 إصابة جديدة وتعافي 438 حالة في المقابل أعلن عن تسجيل 7 حالات وفاة خلال 24 ساعة